عندك سؤال مين حضرتاً بس حوط المايك لأول إسم حضرتك بقى محمد من الشام من سوريا أقرب المايك شوية من الشام من سوريا اسمي محمد محمد عندك كم سنة أنا 17 ونص 17 والدك موجود والدي بسوريا بسوريا يعني سبت والدك وانت عندك كم سنة تقريباً 12 سنة بس بيجي لهون بيعط فترة شهر شهر ونص بيدي أجبع بيجي يخنو أجبع صح ولا أنا وأبي علاقنا احترام يعني كما ما بسور الفترة المنيفة بسي يقول لك ما تعملش كزا يا محمد بتعمل كزا والحاجات دي طبعاً أنا بحترم رأيه كل شي بس كمان أنا عندي فكري ممكن آه يعني تسمع رأيه من خويت نديت وعديه من التانية وخلاص على كده لا أنا بحترم فكريه بس يعني نحنا شلوم ديقلك من زمان قوله هلأ الأب بيجي بينصح ابنه بيقول له أنا مثلا رحيت تركبت السيارة وفتت حادث انت لا تركب السيارة يعني ما بيخليه هو يجرب يعني لازم كل واحد يتعلم من كيسه اه وانت بتركب السيارة ايوه هو يقول لك لتركب السيارة وانت تركب السيارة مسال هذا نعم مسال ما نعرف مسال يعني هو يقول لك ما تركبش عشان انت لست صغير وانت تركب عادي ايوه لانه هو مثلا ركب السيارة هو صغير وفت حادث يعني من تجربته ما يديك تأخذ يعني ما تأخذ تجربته اه وخير فعليك طمعا طب سؤالك لمين يا محمد بها اه للأستاذ للدكتور عزام ايوه تفضل اه انت قلت انه ابو كان يحارب الصهاينة بالفلسطين وانت بتحاربهم بتدي الفكرة لابناك طب لو كنتوا كلاتكم على التكامل كانت فلسطين محتلة له الا ولا لا سمعتوا لو كنتوا ايه على تكامل وما في صراع بين الاجيال كانت فلسطين محتلة له الا لا هو التكامل اننا نحمل نفس الفكرة والفكرة هي ان بلادنا تعرضت لغزو واحتلال اجنبي واننا لابد ان نستمر في النضال ونحمل الرايا جيلا بعد جيل الى ان تتحرر فلسطين كون فلسطين لم تتحرر بعد هذا لا يعني اننا فشلنا الفشل هو ان تترك النضال طالما ان بامكانك ان تناضل عليك ان تناضل بامكانك ان تقاوم عليك ان تقاوم بس هو يمكن نفسه يقول حاجة تانية ويقول يعني ان التنازع بين الاجيال ده اللي انا فهمته منك هو اللي ادى الى الوضع اللي احنا فيه فلسطين دهوقتي صح كده؟ صحيح لا طبعا موضوع فلسطين اكبر من قضية لا شك ان الامة بمجملها تتحمل مسئولية لانها بتخلفها سمحت للاستعمار بان يتجرأ عليها ولكن نحن في فلسطين نواجه مشروعا استعماريا كونيا عالمي هؤلاء الصهاينة جاءوا بدعم اوروبي وامريكي والان ترى صهاينة العرب كلهم يتواطؤون معهم ضدنا فمشروعنا مشروع كبير هو مشروع نهضة الامة تحرير فلسطين هو جزء من مشروع نهضة الامة من جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة